خطوة تضيف إلى التاريخ الأمريكي وصمة عار جديدة شعارها لانحياز والتمييز وتزوير التاريخ والحقاق الخطوة تمثلت بإصدار واشنطن قرارا يتيح للمواطنين الأمريكيين المولدين في القدس تسجيل إسرائيل كمحل ميلادهم بجوازات السفر وغيرها من الوثائق القنصلية بعد أن رفضت الإدارات الأمريكية المتتالية منذ قيام الكيان الصهيوني السماح بذلك باعتبار أن الوضع النهائي للمدينة ستحدده ما تسمى باتفاقات السلام ما يمثل تأكيدا جديدا على قرار اعتراف الولايات المتحدة بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني الذي أصدره ترامب عام 2017 فالقرار الذي نشره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة على حسابه على موقع تويتر جاء قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يسعى ترامب من خلالها للحصول على فترة ثانية وهو قرار رأى مراقبون أنه بني أساسا على قرار باطل تمثل باعتراف الولايات المتحدة بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني ومثل مخالفة للتوجهات السياسية القائمة منذ عقود والتي تعتبر وضع القدس مرحلة مؤجلة لحين الانتهاء من تفاصيل المفاوضات بين الفلسطينيين والصهاين الأطراف الفلسطينية نددت بقرار الإدارة الأمريكية الجديد واعتبرته خرقا سافرا جديدا للقوانين والشرعية الدولية باعتبار أن القدس أرضا محتلة ما يعكس إصرار واشنطن على تنفيذ كل خطوات ما تسمى بصفقة القرن بتشجيع من تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال الصهيوني كذلك اعتبرت الأطراف الفلسطينية القرار تصعيدا في دعم واشنطن لسلطات الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة ما يؤكد الاستهتار البالغ لدى الإدارة الأمريكية بالمنظومة الرسمية العربية وتنحاز الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني ومواقفه وممارساته العدوانية ومشاريعه الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية منذ تاريخ إعلان إنشاء هذا الكيان الغاصب عام 1948 والتي كانت واشنطن أول المعترفين به وما زيارة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم إلى تل أبيب بهدف ضمان تفوقها العسكري إقليميا في أعقاب توقيعها اتفاقات تطبيع مع دول عربية إلا دليل على هذا الانحياز